على طول في موضوع انتخابات اللي صارت في نقابة الفناني والعلاميين صار عليها لقط ابو أحمد كبير وضح لنا اللي صار بالانتخابات ماكو شيء الانتخابات الله يسلمك يعني وصل وقتها وتمت بفضل الله سبحانه وتعالى وكان بتسكية الحضور اللي حضره والكم اللي حضر عندنا يعني تعدوا امي وشيء تقريباً الموجودين بالنسبة لنا وكانت بالتسكية بفضل الله سبحانه وتعالى فشنو اللي غطل فيها قالوا انه يمكن ما تم استدعاء الجمع العمومية بشكل كبير او لم يتم الاعلام بشكل واضح وصارت ما بينكم يعني وزكيته ومجموعتكم لا لا ماكو زكينا مجموعة اثنين النقابة وعضاء النقابة الحاليين والنقابة مفتوحة للكل وحيى الله سبحانه وتعالى يحيي اي انسان يحب انه ويجي ويشارك بالنقابة وليس تحكر على مجموعة المجموعة اللي موجودة الان من خلال السنوات اللي فاتت وما تزال ان شاء الله مستقبلاً حتى لو تتغير حتى لو كذا مجموعة فعالة وفاعلة وتعمل وهي اللي قاعدة تخاطب وصار لنا سنوات احنا قاعدين ان احنا نحاول نجلس امور النقابة كلها حتى تكتمل ويكتمل بنائها وتكون فعالة مثل النقابات الاخرى في الدول الاخرى مثل ما شفنا في نقابة مصر الشقيقة سبحانه وتعالى شلون تفاعلها وشلون حمايتها يعني دور النقابة هو بالضبط الدفاع عن الفنانين وحماية مصالحهم ورعاية مصالحهم بما يرتقي بالفن حقوقهم بعد حقوقهم هذه دور النقابة وليست صدامية ومسألة صدامية نحن بنتخل في صداماته ولذلك احنا تعاوننا في كثير من الامور مع وزارة الاعلام وما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع كل وزير يتغير ومن التجارب اللي انا اذكرها جميلة جدا كانت مع الشيخ سلمان الحمود لما قعدنا مع معالي لما كان وزير الاعلام في ذاك الوقت وشاركنا في كثير من اللجان بمعرفة معالي الوزير وبتفاعلنا مع الوزارة ودخلنا في لجان شكلت من قبلنا ومن قبل الوزارة تخص الدراما وتخص تقنين القوانين بالنسبة للنقابة وما يعرض على مجلس الامة ولكن المشكلة الوحيدة اللي عنده النقابة ان احنا كل ما نجي قوانيننا هذه اللي كانت يعني بما استقيناه من النقابات العالمية والعربية وبالاضافة الى تعاوننا مع وزارة الاعلام في وضع هذه القوانين اللي تفيد المجتمع الكويتي وتفيد الفنان الكويتي مشكلتنا ان احنا كل ما نعرضه على مجلس الامة مجلس الامة ما يكتمل اما ان شاء المجلس الامة هذه تعرض امور ثانية وما القوانين تاخذ وضع احنا بس الان نقف على ابواب ان احنا يوافقون لنا على قوانين النقابة حتى تكون فاعلة كامل التفاعل ولكن النقابة موجودة فضل الله سبحانه وتعالى وعاملة ولكن كالوليد يعني ان ولدت النقابة هذه فان ولدت بيبي صغير شوي كبرت الآن اصبحت نقابة فتية في جيل المراهقة لين تصلب طولها وتقف لما تاخذ قوانينها كاملة بالتعاون مع وزارة الاعلام لان احنا مش مسألتنا عملية الصدامات ولا الخلافات ولكن رعاية مصالح الفنانين وهذا موجود يعني انايت سمحوا لي بس هذا عندي هذا لائحة النظام نظام الاساسي نظام الاساسي نعم وهذا كتاب الاشهر في كثير من الكلام انا قلناه وايد في اكثر من اللقاء بس استأذن حضرتك بس بس انا مسابقات عندنا اذا تكرمت بس اقرالي حتى بس الحين اخاف يقوله يقوله المذيع يبا ما عرف يقرأ تبي اي مادة لا اي شيء الا قاوي اللي تنقال هذي ما انا بيقول لا شاء الله اني قدها وقدود ان شاء الله اقرأ انا كنت مذيع اخضار يعني اللغة العربية لا لا قاعد اقولك بعدين عساس يقولك لا المذيع ترى ما عرف بس قل لي انت تبي تبي قرار اول سطرين قرار وزاري القرار وزاري بشأن اشهار نقابة الفناني الكواتيين العاملين لا لا اسف ما سمعت بشأن اشهار نقابة الفناني الكواتيين العاملين بمهن الفن والاعلام جميل هذا اول سطرين اخر سطرين ما يقولون مادة اولة تشهر نقابة الفناني الكواتيين العاملين بمهن الفن والاعلام والمادة الثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية اوكي تاريخ كم الموجودة الكتاب هذا من الفين و كم الفين و تسعة الفين و تسعة شكرا الله من الزمان هذا الكتاب قديم ما في نقابة شون ما في نقابة من الفين و تسعة الله يرحمك يا ابو عدنان عبد الحسين يقول هذا اكله ولا بسقة هذا بس قريته بس عشان ما نطلع الى شغلة ثانية هذا كتاب بس ليش ما فعلته و المواد يعني بس يقولون انه هي فعلة ايه لائحة النظام الاساسي اوكي هذا قانون مشهرة من نشسمه و مزارة قاعد يطبق هذا القانون بوحمد نعم بحذافيرة نعم بالضبط لان هذه النقابة وهي مش جمعية نفع عام النقابة كان قائم بذاتها مختلف عن جمعيات النفع العام هذا اللوائح والقوانين الاولية الموجودة هنا في النظام الاساسي للنقابة القوانين اللي احنا مقدمينها اش رايك بس اش رايك باللي يقول اللي صار عبارة عن مسرحية مسرحية ايه خلي كل اللي يقولها انتو ك يعني ما استأتبوا مسرحية ايه احنا احنا تخصصنا مسرح فاليس المسرحية الله يسلمت ان شاء الله تشمل مصالح الفنانين و رعايتها ان شاء الله بذل رب العالمين احنا لما نقول النقابة هي مش نقابة ممثلين ولا نقابة مغنيين فقط لا غير احنا عندنا اربعة وتسعين الان وصلنا الى الامية نشاط وتخصص تشمل جميع العاملين الاعلام بالاعلام الاعلاميين والفنانين صحيح ففي مؤلفين في رسامين تشكيليين في يعني حتى الفن اللي ورا الكاميرا فن الصوت غير كل ما يمت الى الفن بصلة هي نقابة الفنانين والاعلاميين المهنة او المهن التي ترتبط بالفن والاعلام شاملة هي نقابة شاملة للكل فاذا مسرحيتنا بدت الله يسلمكم من 2009 الحمد لله والحمد لله في اقبال وعندنا تنديك شباك تذاكر مفول انت فنان صريح اش رايك اللي يقول ان النقابة فيها طاق طاق لا ما حطينا قسم كرتين ما يشمل طاق يعني شقاوين عليها طاق طاق ايه هو طبيعي من الطبيعي يعني لا تقذف الا الشجرة المثمنة بس من الطبيعي بس بوحمد هذا الموضوع ترى من عمر كان موجود نعم من ايام حتى الفنانين القبليين والنقابة من بدايتها كان هذا الموضوع شون يعني الفنانين القبليين يعني من بداية النقابة وهي دائما محور خنقول لقط وجدال ما بين اقطاب الفن نعم يعني النقابة لما اشهرت وكان المؤسس فيها دكتور نبيل الفيلتاوي واحنا مشاركين معا كذلك نفس الشيء واشهرت من لا يريد النقابة ومن يحاول ان يقاوم ايجاد هذه النقابة هذا اللي يقول لك يريدونها عوجه احنا نبي نرتقي بالفن الكويتي ونبي نرتقي بالفنان الكويتي وما يقدم على الساحة ويمثل دولة الكويت النقابة هي درع وبيت يحمينا ويقينا ويقي مجتمعنا من الشوائب والدواخل على مجتمعنا لان في كل بيت وكل دوانية بالكويت عندنا قاعد يقولون احنا هذه الكويت جديدة تمثل الكويت هذه الفتاة الكويتية هذا الرجل الكويتي اذا الجهة فالنقابة هي الحصن لهؤلاء هي الدفاع عن الفنانين والفن ورعاية مصالحهم ومصالح اذا الاتجاه المعاكس لكم يحاول منعكم من التقدم وهو طمعان في مكانكم هذا طبيعي هذا طبيعي خل نطلع من الموضوع هذا هذا اللي يقول لك أعداء النجاح خل نطلع من الموضوع هذا كل نجاح لأعداءكم كل نجاح لأعداءكم ويقول لنا ما يدعونا ما يدزونا وخصوصا وسائل الإعلام والله احنا الحين يعني الجديد بالنسبة لنا اللي راح نسويه الحين راح ندخل في جميع وسائل الميديا ونحط لنا سايت ونحط لنا تطبيقات ونحط لنا كذا لكن احنا من 13 سنة باللي قادرين احنا نشتغل من خلاله ولنا نشاطاتنا ويعني اذا وقتكم هذا يسمح هذه كلها انجازات هذه اخر اربع سنوات يعني ما يختلف افنين عن انجازاتكم هذه كلها انجازات للنقابة وابسط خنا اعطيك دايما نروح لللب او شيء الكبير بالنسبة لنا يعني من الامور اللي شاركنا فيها لما حولوا بعض الفنانين الكبار الى النيابة كان للنقابة دور في نقاف هذا الموضوع ومع معالي الوزير في ذاك الوقت دخلنا في لجان الدراما وقانون الدراما وقانون المرء والمسموع كانت النقابة موجودة وهذه موجودة في مضابط ومحاضر وزارة الاعلام هذا شيء رسمي ومثبت جميل ما يختلف على اثنين يمكن على موضوع يعني حرصكم في هذا الموضوع ومثابراتكم واجتيهاتكم ومثابراتكم واجتيهاتكم في هذا الموضوع